طيب النهاردة هنتكلم على الـ stroke prevention في الـ af patients نيجي هنا الـ af growing عملوا study كده في امريكا الـ estimated incidence بتاع الـ patients اللي هايجوا بـ af في الـ 2050 حوالي 15.9 مليون و associated طبعا with greater morbidity and mortality والـ morbidities associated مع الـ atrial fibrillation طبعا احنا هنتكلم هنا على الـ stroke ان الـ 20-30% of all strokes are due to af وعادة كمان الـ patients ميبقوش عارفين انهم af بنعرفها بعد ما يجي لهم stroke بنعرف ان كان بيجي لهم paroxysmal af و stroke is a serious complication of af لان stroke اللي بتيجي من af is usually more severe than due to other causes و بعدين معظمهم بيجي لهم aphasia and severe limb weakness وساعات بيبقو bad rhythm on admission و طبعا longer in hospital stay تمام والـ mortality rate بتاع الـ patients و dayf is double في الـ patients اللي عندهم normal heart rhythm تمام بنيجي هنا نتكلم على الـ left atrium و الـ left atrial appendage قالوا ان 90% من الثرومباي في الـ non valver af originate في الـ left atrial appendage تمام ده معانا ان احنا لو قفلنا الـ left atrial appendage بنحمي 90% لكن مش 100% طبعا ده اللي هنجيله بعد كده يعني و ده based على several studies بالـ te والـ autopsy تمام طيب ليه اصلا بيحصل thrombus مع الـ af لان الـ contraction بتاع الـ atrium بيبقى مش sufficient فبالتالي بيبقى فيه stagnation of blood و left atrial appendage بقى بالذات بيحصل فيها stagnation ويحصل تكوين thrombus و ايه هي الحاجات اللي تبين لنا بالـ te انه هنلاقي الـ left atrial appendage نفسه كبير نلاقي في سك اللي هو spontaneous echo contrast او نلاقي thrombus وساعات ما بتنبقاش شايفين قوي فبنشوف الـ velocity بنشوفها هنا بنلاقي ان الفرق هنا في الـ sinus rhythm الـ velocity في الـ left atrial appendage بصوا عاملة ازاي في الـ sinus rhythm هنا في الـ af بتبقى diminished تقريبا تمام وده شكل الـ left atrial appendage thrombus دي thrombus كبيرة كمان extending للـ left atrium زي ما انتو شايفينه وفيه spontaneous echo contrast جامد جدا وده شكلها في الـ m-r-i بيبقى لونها اسود كده وده شكلها في الـ autopsy تمام طيب وده بيبقى شكلها اهو في الـ te زي حاجة homogenous كده واخده شكل معين جوه left atrial appendage تمام طيب ازاي تسكرين لـ af وده مهم عشان قلنا ان فيه patients كتير قوي بيبقى عندهم silent af تمام ازاي تسكرين اما بـ 24 hour holter ECG وده بيدتكت only 0.2% من patients اما 6 24 hour holter ECG على مدى معين ده بيدتكت 2% اما 2 7 day holters ده بيدتكت 4% او daily ECG ده تقريبا ولا حاجة الـ implant device يعني لو واحد مركب ICD مركب VVI DDD او CRT الـ device ده نفسه بيبقى مسجل جواه الـ rhythm فنقدر نعرف منه نعمله interrogation ونعرف لو حصل اي حاجة اسمها Atrial High Rate Episodes تمام وده لسه هنتكلم عليها دي اللي جابوها في الـ guidelines 2016 لسه متغيركش ان فيه حاجة اسمها Atrial High Rate Episodes دي اللي بنشوفها بالـ pacemakers والـ ICDs طيب الحاجة التانية واحد جالك عنده اكتر من 65 سنة بنعمل حاجة اسمها opportunistic screening ازاي ان احنا نشوف الـ pulse بتاعه لقناه irregular يبقى نعمله ECG عشان ممكن يكون AF هو مش حاسس طيب الـ patients اللي جال لهم قبل كده TIA او Screaming Stroke يبقى يفضل ان احنا نعمل لهم monitoring 72 hours عشان احتمالية ان يكون بيجالهم Paroxysmal AF وهو ده سبب الـ stroke اللي عندهم تمام طيب يعني ايه Atrial High Rate Episodes الـ Atrial High Rate Episodes دي يعني Increased Rate في الـ Atrium اكتر من 180 ويقعد اكتر من 5-6 minutes وتا طبعا مش هيبقى detected الا بـ implantable device او بـ holter او حاجة تمام؟ طيب بنعمله تشادس فاس كور بعد ما ندتكت الـ Atrial High Rate Episodes ده بنعمل التشادس فاس كور اللي عندنا نتكلم عليه لو لقينا طبعا ان الـ Stroke Risk بتاعه 0 يبقى ساعاتها منديش Anti-Thrombotic اما لو لقينا ان فيه Atrial High Rate Episodes ومنها AF يبقى ساعاتها according للشادس فاسك بنيدي الـ Oral Anti-Coagulation تمام؟ طيب ايه هو الشادس فاسك؟ الشادس فاسك مكون من كذا حاجة اول حاجة اللي هي Congestive Heart Failure LV Dysfunction تمام؟ ejection fraction اعلى من 40% Hypertension تمام؟ Hypertension او بياخد دول Hypertension يعني في شرطي بقى هو دلوقتي Hypertensive لا هو Medicated by Anti-Hypertensive Medication والديابيتس نفس الكلام الـ Age More Than Equal 75 بياخد 2 تمام؟ لكن من 65 إلى 74 بياخد 1 تمام؟ طيب واحد جاله قبل كده Stroke او TIA او اي Thrombo-Embulism يبقى ده منديله اثنين برضو يبقى الحاجتين اللي منديهم اثنين الـ Age أكثر من 75 او Stroke والTIA قبل كده تمام؟ في بقى اللي زودوها اللي هي الـ Vascular Disease والـ Sex Category لو في ميل تاخد 1 والـ Vascular Disease يعني واحد جاله My Cardinal Infortion قبل كده أو Peripheral Arterial Disease وده بياخد 1 ولقوا ان الـ Rate of Stroke per year للـ Patients اللي هم شاتس فاسك بتاعهم 2 لقوه 4% تمام؟ وده مهم رقم 2 ده مهم جدا تمام؟ طيب كل ما بيزيد طبعا الشاتس فاسك كل ما بيزيد Stroke risk up to 18% تمام؟ طيب الشاتس فاسك لو اكتر من 2 ده منعتبره هاي ريسك تمام؟ هنا شايفين Stroke per year ان احنا كل ما بيزيد في الشاتس فاسك برضه Stroke per year بتزيد up to 23.6% Stroke per year تمام؟ طيب الـ Patients اللي هايخدوا Oral Anticoagulation سواء كان الـ Warfarin أو الـ No-Wax دول لازم نبعارفين الـ Has Blood Score بتاعهم وفي حاجة تانية اسمها ABC Score بس لسه مش validated قوي الـ Has Blood Score بيدينا فكرة عن الـ Bleeding Risk بتاع الـ Patients عشان لو اخدوا معاها Dual Anti-Plated Therapy يعني واحد مثلا اعمل PCI ومحتاج ياخد Aspirin وCropidogrel و Oral Anticoagulation بنحسر بحاجة اسمها الـ Has Blood Score عشان نعرف الـ Bleeding Risk بتاعه ونشوف الـ Duration بتاع الـ Triple Therapy اللي ممكن ياخد الـ Has Blood Score بيتقسم لـ Hypertension abnormal renal أو liver function كل واحدة بتاخد Point الـ Stroke بتاخد واحد الـ Bleeding بياخد واحد جاء الـ Bleeding قبل كده Labile INR يعني ايه Labile INR يعني ايه هو مش عارف يزبط الـ INR بتاعه وشوية تلاقيه قليل قوي شوية تلاقيه عالي قوي ومش عارف يزبطه الـ Elderly أو Frail شوية تلاقيه اكتر من خمسة وستين سنة بياخد واحد دراجز زي الـ Aspirin أو non-steroidal أو الـ Alcool بياخد واحدة بياخد واحدة بياخد واحدة بياخد واحدة اكتر من خمسة وستين سنة بياخد واحدة دراجز زي الـ Aspirin أو بياخد واحدة وحاجة اسمها Non-Modifiable Bleeding Risk Factor طيب ايه هي الموديفايبل الموديفايبل دي يعني حاجة احنا نقدر نعمله موديفكيشن يعني واحدة هايبرتنسيف اسباشي لما السيستوليك اكتر مية وستين ده ممكن نزبطه بالـ Anti-Hypertensive Treatment تمام اللي بقى الـ INR ده خلاص ده بيشينت ده ممكن نديله نواك او نحاول نزبط له الـ INR بطريقة معينة بقى طيب الـ Medical Predispositional Bleeding يعني واحد بياخد نشوف هل فعلا هو محتاجها ولا لا او الـ Duration اللي هيخدها قد ايه طب الـ Anti-Plateless نفس الكلام هل هو محتاج ياخدها على طول ولا ممكن يوقفها في وقت الـ Excessive Alcohol More than or equal 8 drinks per week ده طبعا موديفايبل عادي ايه هي الـ Non-Modifiable واحد سنه اكتر من 65 او اكتر من 75 هتعمل له ايه جاله History قبل كده أو Major Bleeding جاله Stroke قبل كده تمام هو On Biolysis او عمل renal transplant سرات liver disease او Malignancy او حاجه Genetic دي حاجات Non-Modifiable تمام ايه هي الـ Potential Modifiable واحد عنده impaired renal function شوية ممكن تتحسن ممكن لا أنيميا بقى أسبابها بقى ممكن يكون chronic أنيميا او ممكن ما تتتحسنش يعني Normocytic Normochromic مثلا ومش رادية تتحسن لكن لو Microcytic Hypochromic وتحسنت خلاص طب Reduce Platelet Count أو Function ممكن يكون بسبب أدوية مثلا وممكن تتحسن بعد كده أو ما تتحسنش تمام؟ طيب منيجي بقى للـ Stroke Prevention بنعمله ازاي؟ بنعمله بـ Aural Anticoagulation الـ Aural Anticoagulation ده نديه امتى؟ لازم هنديه Aural Anticoagulation لو واحد عنده moderate أو severe mitral stenosis او مركب mechanical hard valve ماشي؟ وده اللي بنسميه الايه؟ اللي كانوا بيسموه قبل كده مالغه الـ Valver ونن-Valver وقال لك اما mechanical hard valve أو moderate or severe mitral stenosis هو ده بس اللي بنحسبش فيهم شاتس فاسك كور خالص مهما كان ساعتها لازم نديه لهم vitamin K antagonist كمان ماينفعش نديه من واكس يعني دول بالذات entity لوحدهم لازم نديهم Aural Anticoagulation لازم نديهم فيتامين K antagonist طيب ما عندهم مش حاجة من دي يعني واحد عنده مثلا moderate ortex stenosis severe mitral registration مش مهم يبقى ساعتها بنحسب له شاتس فاسك كور لو 0 ما بندلهش حاجة خالص لو 1 ده class 2A ان احنا نديه Aural Anticoagulation لو مور دانه اتنين يبقى ده اللي لازم ده class 1 ان احنا نديه Aural Anticoagulation Aural Anticoagulation ده قد يكون vitamin K antagonist او بالنو واكس والاثنين class 1 بس طبعا البريفيرد هو النو واكس تمام خائب فيه بقى left atrial appendage closure اللي احنا قلناها اللي هي 90% من thrombi بيحصل من left atrial appendage ده للpatient اللي هما ما اقدروش ياخدوا long term oral anticoagulation عندهم high risk of bleeding وما تقدرش الدرم Aural Anticoagulation فترة طويلة فبتغفل left atrial appendage على امل ان هو ان شاء الله ما يجيلوش stroke يعني لكن طبعا ممكن يجيلوه بي تمام طبعا طبعا مع الفيتام كي انتاجينس ال INR 2 لثلاثة دي يعني مش محتاج اقولها ولو هياخد oral anticoagulation يفضل يبقى نوعكس ودي class 1 يعني هو preferred over الفيتام كي انتاجينس ده class 1 تمام طبعا ال combination of oral anticoagulants وال platelet inhibitors بيزودوا ال bleeding risk لو هو ما عندوش اي indication ان ياخد anti platelets ما ندهلهوش مع oral anticoagulants يعني ياخد oral anticoagulants بس مش لازم مع اسبران او clopidogrel الا لو indicator تمام طبعا وبردو نفس الكلام anti platelet monotherapy not recommended regardless stroke risk وقلنا ان wax are not recommended في mechanical heart valves او moderate severe mitral stenosis تمام طيب في حاجة بها مهمة اسمها time in therapeutic range يعني ايه time in therapeutic range يعني patients اللي بياخدو warfarin لازم اكتر من 70% من الوقت اللي بيعملو فيه تحالين يبقى INR controlled من اثنين لثلاثة عشان كده نتطمن ان هو properly anti-coagulated لو هو مش كده يبقى هو مش properly anti-coagulated يبقى هو يفضل لياخد نواكس تمام دي اللي بنسميها time in therapeutic range تمام طيب ازاي تو monitor anti-coagulation مع الwarfarin الwarfarin عارفين ان فيه drug drug interaction و drug and food interaction مع ايه مع grapefruit مع green leafy vegetables مع شوية ادوية زي كوردرون وزي digitalis ومع ginger تمام وطبعا مشكلته ان هو عنده narrow therapeutic window يعني لو اقل من اثنين stroke risk بتزيد اوي ولو اكتر من ثلاثة الانترا cranial hemorrhage بيزيد اوي الريسك الانترا cranial hemorrhage بيزيد اوي تمام 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 جوم عمله study على المتعد الريسك 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 ايج لقوا ان المتعد 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 ايج 85 40% بالتغرف بالريسك بالريسك ايج ايج مشكلة المشكلة الوارفرين ميلي البليدنج في الالد ايج اكتر من 75 لقوا ان حصل لهم ميجر فيتل بليدنج ميجر فيتل بليدنج وطبعا كل ما يزيد عن 3 كل ما يزيد الريسك لقوا ان الان ار اكتر من 4 ونص ده 10 برسنت من البيجيين نتكلم بقى عن نو واكس ودي متالي اهم حاجة في المحاضرة نو واكس كلها بقى واحد واحد وايه هي الانديكيشنز بتاعته امتى نادي الدوز بتاعته ايه ولقوا ان دس بايت انكريزن النو واكس لكن برضو البيجيينت مش مش كومبلاينت عالتريتمنت ما تفهموش ليه طيب احنا لين نخير من الوارفرين للنو واكس لان لقوا ان الوقت الترابيتك رينج ده اللي هو اكتر من 70% اللي احنا عناه في البيجيينت كتير اوه ما بيبقوش اكتر من 70% والوقت الوقت الانديكو اجريت طيب ولقوا برضو ان البرسنتج من الوارفرين وكنترولد حوالي 66% الانديكو اجريتين في معظم الناس مش اكتر من 70% مجد بقى الترايلز اللي عملت يعني طفرة في الانتيكواجريشن في البيشنس دوم اي اف. اول حاجة اللي هي الريلاي ترايل بتاعت الدابيجاتران يليها الراكت اي اف بتاعت الريفاروكسابان الارستاطل بتاعت الابيكسابان واخيرهم الانجج اي اف بتاعت الادوكسابان. تمام? ودول ميل اللي تعملوا على البيشنس الولد ايج يعني سبعين او اكتر. عشان كمان يبين ان الريسك او بليدنج اقل. تمام? وتقريبا تلتهم او اكتر كانوا في ميلز. وتلتهم برضو كانوا باروكسيزمال اي اف. تمام? وعلى 40% كانوا بياخدوا اسبرين. معاه. البيشنس دول كان الراكت اي اف بتاعهم على الوارفرين كان برضو ما زادش عن 70%. المهم بقى بالزات في البيشنس اللي هما في الراكت اي اف اللي هو بتاع الريفاروكسابان وفي الادوكسابان ان هما كانوا معظم الناس الشاتس فاسك بتاعهم 3-6. يعني يبصوا هنا وده مهم جدا. لان هما دول الهاي ريسكو ستروك. في الريفاروكسابان كان 87% كان شاتس فاسك بتاعهم 3-6. وفي الانجيل جي اف كان حوالي نصهم الشاتس فاسك بتاعهم 3-6. والنص الثاني كان 2. لكن نيجي هنا للابكسابان وده بيجا تران. حنلاقي ان تلت البيشنس كانوا الشاتس فاسك بتاعهم 0-1. وده يعني برضو غريب يعني انت اصلا زيرو انت مش هتديلو حاجة. يعني ده بيقلل شوية الكريدبيلتي بتاع الترايل. تمام؟ تمام. تمام؟ تمام. تمام؟ تمام. 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 تمام؟ تمام. تمام. بتأثرش بيه خالص. طيب. نيجي هنا. الده بيجا تران هو الوحيد البرو دراج. لانه هو بيأثر على الفاكتر 2. على البرو ثرومبن. تمام مش دايريك ثرومبن انهيبتر. تمام هو برو دراج. وبعدين الباي افلبيلتي بتاعته في الاول بتبقى 6%. على عكس الريفاروكسبان. انه هو اول ما بيتاخد الباي افلبيلتي بتاعته بتبقى 80%. والتانيين 60% عشان دول مش برو دراج. مش لسه هيتحولوا للأكتف دراج. تمام? طيب. وكلهم ما بيحتاجوش منيترينج. طيب. الحاجة المهمة التانية. اه. الدراج انتر اكشنز بالزات مع الدابي جاتران بقى. الدابي جاتران في دراج انتر اكشن مع الاميدارون. والفيراباميل بالزات. اميدارون والفيراباميل دول مهمين قوي. الانتر اكشن بتاعهم مع الدابي جاتران. وده بيأثر على الافاكت التاع. هنتكلم عليه بعد كده. طيب. اه. عايزين بقى الدراج بقى قلنا الدابي جاتران. ده بيتاخد 150 او 110 توايس ديلي. تمام? وحنقول امتى بناخد 150 او امتى بناخد 110. الريفاروكسابان. الريفاروكسابان 20 ميلي جرام وانس ديلي. الابيكسابان زي الدابي جاتران بيتاخد twice ديلي. خمسة او اتنين ونص. حسب برضو حاجات حنقول. طيب. الادوكسابان 30 او 60 ده وانس ديلي. يبقى الحاجات بتاخد مرتين. اللي هي الدابي جاتران او الابيكسابان. اما الريفاروكسابان والادوكسابان بيتاخدوا وانس ديلي. تمام? وبعدين احنا لو احنا اصلا ماشيين على وارفرين يفضل ان احنا نبتديهم بعد ما الاين ار يبقى اقل من اثنين. تمام? طيب. جاينا اتكلمنا هنا على الاشد وكلمنا على 곳 وش SAND VASC عبل كده. تمام? ان اتكلمنا على هنا. اه هما كلهم بيقللوا Uns caracalyabrache. تمام? كلهم اثبتوا انه هما افضل من الوارفرين and decreasing contracalyabrache. تمام? اه في بقى الاسكميك ستروك بالذات اقل مع الدابي جاتران 150 ودي مهمة جدا في البليدنج ايه اللي فرق؟ اللي فرق ان الابيكسابان والريفاروكسابان كانوا الامر في البليدنج يعني الاسم بليدنج مع الريفاروكسابان والابيكسابان حتى في وقت ما كان البليدنج بتاعه اقل برضه كمان من الورف طيب اذا هنا الستروك طيب ايه هي بقى البليدنج فيه ميجر بليدنج وفيه ميجر بليدنج وفيه ميجر بليدنج طيب نتكلم اللي هو الميجر بليدنج ماينر بليدنج ايه واحد عندها هيماتومة او بروزس او حاجات كده وعادتا ما بنوقفش الدوء عليه النون ميجر بليدنج يعني هيماجل بندروب اوف ثلاثة الاقل من خمسة مش اكتر من كده ومافيش اي ابزورفت بلود لص حصل عندنا تمام؟ اما الفيتل بليدنج الفيتل بليدنج يعني ايه؟ يعني سيمتوماتيك بليدنج يعني حصل شوك حصل انترا كريني هامريج جامد او انترا سبايني هامريج او انترا اوكيلر هامريج تمام؟ او حصل انترا موسكلر فحصل كمبرتمنتل سندروم من كدر البليدنج او الفول في الهموجر بالليفل مور دان ويكويل خمسة تمام؟ او احتاج ترانسفوشن او تو او مور يونتس او هول بلود او رد سلس تمام؟ اي حاجة مش كده تبقى اما نون ميجر او ماينر الماينر ده حاجات بسيطة وبنشوفها اللي هي الابستاكسس البسيط البروزنج الحاجات دي نهمة توماس الصغيرة كده تمام؟ ودي عادة منحتاجش نعمل لها حاجة طيب الميجر بليدنج مع الوارفران كان اكتر بكتير في كل الترايلز كمبيرد للنواكس ممیں او تلك الميجر بليدنج ان هنا اشوفوا الاريستوتال بليدنج مع الوارفران والفيتال بليدنج بصوا بع الوارفران او خمسة وخمسين ومع نواكس سبع وعشرين مع الريفار اوكسابان هنا تلاتة وخمسين وسبعة وخمسين قريبين من بعض في الابيجر اوالدرين لكن في الاريستوتل بتاعت الابكسابان بصوا لان الفيتل بليدن خمسة وخمسين مع الابكسابان اربعة وثلاثين. بمعنى ان هما ممكن ميشور بليدن يبقى قدوا بعض لكن الفيتل بليدن اقل. طبعا ان النواكس احسن في الانتراكراني الهامرج لكن معظم النواكس بيعملوا جاسترو انتستاينال بليدن. ده بيبقاش فيتل لكن بيبقى اكتر من الورفرن في الجاسترو انتستاينال بليدن. وبالذات في الجاسترو انتستاينال بليدن بقى يفضل نستخدم اما يعني يفضل ما نستخدمش الابكسابان مية وخمسين او الادوكسابان ستين. تمام? او الريفر اوكسابان عشرين. طيب. ابيكسابان اه. يفضل نستخدم ابيكسابان او دابكسابان مية وعشر. تمام? ده في الجي اي بليدن. اه. وطبعا يفضل مع اي انو واكس ان احنا لازم نستخدم بروتون بومب انهيبترو ده حنقوله دلوقتي. طيب. ام تبقى نبتدي الانتي دوت احنا قلنا ان البيشينت قلنا فيه ماينر بليدن. فقلنا فيه مودوريت. وقلنا فيه الفيتل بليدن. صح? طيب. واحد عنده اكتف بليدن. اول حاجة نقوم بريس ميكانيكلي. واناساس هيمو ديناميكلي بقى. البلوت بريشر. الاين ار بتاعه. الكواجريشن برامتر. اللي هي البي تي و البي تي تي. والبلوت كاونت. عشان نشوف الهيموجلوبن. قلنا الهيموجلوبن لو دروب اكتر من خمسة يبقى ده. فيتل بليدن. او ميجر بليدن. الكدني فانكشن. عشان نشوف الديوزز اللي هو بياخدها هل هي صح مع الكدني فانكشن بتاعته ولا لا. او ده هنتكلم عليه بعديها. اوبتين الانتيكواجريشن هستري. يعني هو بياخد وارفرين ولا بياخد نواكس. طب واخر دوزز اخدها كام? وامتى? تمام? ده بيفرق اجامد او. نتكلم على البيتون كي انتاجنس الاول. لو هو عنده ماينر بليدن. ماشي. بس عاية هنوقف البيتون كي انتاجنس لحد ما الاين ار يبقى اقل من اثنين. وبعدين نرجع نصباته تاني. طب لو هو مودرد سيفير بليدن. مودرد سيفير بليدن. اول حاجة. او بلود ترانسيوشن. ونشوف الكوزوف بليدن. يعني مثلا جاسترون ستاين اللي بنعمل جاستروسك بي نشوف ممكن نكوي حاجة او نعمل حاجة. وممكن نكونسيدر ندي فيتون كي اي في. تمام? لو هو مودرد سيفير بليدن. اما لو سيفير او لايب سيفير بليدن. يبقى ساعاتها لازم ندي فراش فروزن بلازما. او بليتلت كونسنترات. تمام? ده مهم جدا. طيب. النواكس بقى. النواكس لو هو ماينر بليدن. قلنا ان الافست بتاعتهم تونتي فور اوورس بس. يبقى احنا ندلي وان دوز او وان دي. تمام? اما لو مودرد سيفير بليدن. نفس الكلام. وبالذات مع الدابي جا تران ممكن يبقى يتسحب بالاورر شاركول. لو الفحم. تمام? لو ريسنت لي انجست. طب لو سيفير او لايب سيفير بليدن. يبقى ساعاتها بقى هنتكلم بقى الانتي دوتس بتاعتهم. في بقى انتي دوتس معينة للنواكس. هنتكلم عليها. طيب. طيب. هاو تو مينيمايز بقى البليدن. قلنا بقى كيني فونكشن. كيني فونكشن مهمة. بالزات قلنا مع الدابي جا تران ان هو ايتي برسانت ريني لكليرت. تمام? نتكلم على واحد واحد. الريفا روكسابان لو كريات كليلنس موردر من ايكل خمسين بياخد العشرين عادي. اما لو اقل من خمسين لحد ثلاثين بياخد خمسطار. تمام? والريفا روكسابان قلنا بيتاخد وانس ديلي. ماشي? طيب. الابكسابان فيه ثلاث حاجات نبص عليها. البادي ويت. الايج. والسيروم كرياتنن. ده الوحيد اللي بنشوف السيروم كرياتنن ومنشوفش الكرياتن كليلنس. بالسيروم كرياتنن لو اقل من واحد ونص. بناخد خمسة ميلي جرام عادي. اما لو موردنور ايكل واحد ونص زائد واحد من دول يعني مش موردنور ايكل واحد ونص الواحد لازم يبقى معاه واحدة من دول. ايج موردنور ايكل ثمانين. او بادي ويت لس دنور ايكل ستين. يبقى ساعتها بنبدي الاثنين ونص. ده الانديكيشن الوحيد الاثنين ونص. ده كده بنبدي خمسة. تمام? فرق عن الريفروكسابان انه هنا ستين الرقم ستين مش خمسين. تمام? لو موردنور ايكل ستين بندي مية وخمسين عادي. لو تلاتين ستين بندي مية وعشر. تمام? طيب. الده بجاتران بقى قلنا ان فيه دراج انتر اكشنز مع ايه? مع الفرابامل. الاميدارون والكينيدين والكيتوكنزول. دول بيزودوا الاكشن بتاعه فيزودوا الريسك اوف بليدين. يعني يفضل لو واحد بياخد الادوية دي. في ناس بتقول ان يفضل مع الادوية دي ياخدوا المية وعشرة مش المية وخمسين عشان يقللوا الريسك اوف بليدين. تمام? تمام. نيجي بقى في الترايلز احنا اتكلمنا في الترايلز ان هما يعني كانوا معاملين على عدد كبير جدا يعني الريلاي 18000. الريفاروكس الراكت اي اف 14000. الاريستوتر 18 والادوكسبان 21000. ودول كلهم كانوا بيكارنوا بالايه? بالوارفرين. وكلهم قللوا الميجر بليدين والفيتل بليدين كمبارد للوارفرين. تمام? هنا اتكلمنا على الحاجات دي. طيب الانتي دوتس. الانتي دوتس قلنا بتاع الوارفرين بنيدي فيتامين كي او فراش روزن بلازما او بليتلت كونسنترات. تمام? لكن بقى في حاجات معينة كان قبل كده الدبي جاتران والريفاروكسبان بيدو ريكمبينانت فاكتر سبعة او برضو فراش روزن بلازما او كده وقلنا مع الدبي جاتران للشاركول لو هو ريسنتلي انجستد. لكن طبعا الانتي دوتس الجديدة وفي حاجات اف دي اي ابروفد اللي هو الانديكسا نت الفا ده. ده انتي دوت. للفاكتر تان انهيبترز. اللي هما الريفاروكسبان والابيكسبان والادوكسبان. تمام? فيه دوة تانية للدبي جاتران اللي هو اريبازين ده لكل حاجة بقى. دايريك ترومب انهيبترز وحتى للكليكسان والهيبرين وكل حاجة اي ريبازين. بس ده لسه مش ابروفد. دايريك ترومب انهيبترز بس. ده اسمه اداروكيزيماب. تمام? بس اللي همنا اللي هو الانديكسانات لانه هو ده الاف دي اي ابروفد وده اللي بيستخدم. تمام? طيب. دلوقتي واحد جاله انترو كريني الهيمراج وهو بياخد اور الانتكواليش سواء كان نواك او وارفرن. هنعمل ايه? هنبص على حاجات تانية. طيب. هنشوف البليدنج ده. هنشوف البليدنج دوز نواك. ولا كان في تريتمنت انتروبشن او اندر دوزنج. يعني من الاخر هو عايز يقول انه هو البيشينت ما خدش دوز زياده من النواك. سواء بقى اندر دوزنج او اخده بالدوز العادية بتاعته. مهم انه ما خدش دوز زياده من النواك. تمام? طيب. الالدر ايج او انكنتروض هايبرتنشن او سيفير انترو كريني الهيمراج. او ملتبل مايكرو بليدز. الكرونيك الكول ابيوز. البيشينت اللي عمل بي سي ايه ومحتاج ديول انتي بليتلت. البيشينت سوال الريسك بليدنج بتاعهم عالي. تمام? يبقى ساعات هنشوف هل فعلا محتاجين ياخدوا اول انتي كواجلينت ولا لا. ونشوف الدوزنج اللي بياخدوها يعني هو جالوا بليدنج راغم انه بياخد الاداكوت دوس بتاعه. يبقى ده مشكلة. تمام? لكن العكس. العكس لو البليشينت كان بياخد فيتامين كي انتاجنس او بياخد فيتامين كي انتاجنس او بياخد فيتامين كي انتاجنس عمتا. لان ده الريسك بليدنج بتاعه عالي. واحد كان كان تروما. كان جالوا تروما وحصل منها بليدنج كي طم. ده كنترولو بالكوز. يبقى ساعاتها ممكن نرجعه له تاني. يونج ايج او اول كنترول ده هيبرتنشن. سب ديول الهيماتومة وحصل. عملنا لأي فاكيواش. تمام? او سب اركنويد بليدنج وحطينا كويل وعالجناه. يعني من الاخر حاجات كنترولوبل واحنا عالجناها. فممكن ساعتها نرجع له للأور الانتكواجلاشن. تمام? طيب. البيتينس دول عمتا. يعني واحد عنده هاي ريسك بليدنج. ولقينا ان هو لازم يرجع الأور الانتكواجلاشن يرجع امتى? بعديها باربع لثمن اسابيع. وده كلاس 2B. تمام? ودول البيتينس بصراحة اللي هما اللي هما انكريز ريسك بليدنج. دول دول البيتينس اللي هما ممكن نعملهم لف تحديث. تمام? تمام. طيب. طيب البايتينس بقى العكس اللي جالهم بسطروك. اسكيميك سطروك. تي اي 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 او اسكيميك سطروك. اللي جالهم بسطروك برضو ده لا يعني لا ينفي انه ممكن يكون معاه هاموراجيك ترانسفورميشن. فلازم البايتينس دول نكسكلود انتراكرياني الهامورج بسي تي او امر اي. لازم. طيب لقينا ما عندوش انتراكرياني هامورج يبقى نخش بقى هنا على الحتة دي. لو هي مجرد تي اي اي اي. يبقى نبتدي عادي للانتكوجيوليشن بعديها بيوم. عادي ما فيش مشكلة. في اليوم ده ندي اي اي? يعني لحد ما ندي اول انتكوجيوليشن ندي اسبران. تمام? يبقى في التي اي 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 اي. ندي في اول يوم اسبران. ونرجع تاني لأول انتكوجيوليشن بعديها بيوم. في بقى يعني سكور اسمه النيHSS اللي هو الناشن الانستيتيوت والاستورة. نما اسمينها بقى هل هي الستروك دي لاو ريسك ولا ماضر استروك ولا سيفير استروك? وده بتعتمد طبعا على مثلا انفارشن ده صغير تمام او بسابعة بحاجة معينة زي كاردياك سرومبوس مثلا فانعالجها مش محتاجة استروستومي ولا كاروتوت سيرجري مفيش هموراجيك ترانسفورميشن وزي ما قلنا البلاد برشور بتاعه كنترول او يونج بيشينت وستيبل يبقى ده ساعتها بنعتبره المايلز ستروك ده بنبتدي بعد 3 ايام تمام المدرت بنبتدي بعد 6 ايام والسفير بنبتدي بعد 12 يوم لكن في المدرت والسفير برضو لازم قبل ما نبتدي يعني هنا قدي 6 او قدي 12 لازم بنعمل سي تي او امر اي عشان تكسكلود هموراجيك ترانسفورميشن برضو يبقى ايه بنعملها في الاول وبنعملها تاني بعد 6 ايام او بعد 12 يوم لو هو مدرت او سفير ستروك تمام وان تو ستوب بفور بروسيدرز واحد داخل يعمل عمل ايه هنعمل ايه طيب الريفا روكسابان قبليها ب24 اوورس تمام الابكسابان لو هو ميجر ريسكو بليدن منو قفه قبليها بيومين لو هو لو ريسكو بليدن منو قفه قبليها بيومين الريفا روكسابان برضو 24 اوورس داي الريفا روكسابان طب ده بيجا تران قول عشان هو 80% رينيلي كليرت فيعتمد على كريات كليرنس لو كريات كليرنس بتاعه كويس اكتر من 50 يبقى 1-2 دايز لو اقل من 50 هيبقى رينيلي كليرت ده قل فالإفاكت بتاعه هيبقى مستمر شوية فانستنى من ثلاثة لخمس دايين تمام؟ طيب بيبقى عشان نجمعهم الريفا روكسابان والادوكسابان 24 اوورس والابكسابان برضو زيهم لو لو ريسكو بليدن اما لو ميجر بليدن يبقى يومين الدبيجا تران حسب كريات كليرنس لو قليل يبقى منستنى اكتر ثلاثة لخمس دايين لو كويس يبقى 1-2 دايز طيب نيجى الحاجة المهمة اللي هي اتغيرت كذا مرة اللي هي كومبينيشن ثيربي يعني بيشنت هيراكب ستنت بقى يحتاج ياخد اسفرين وانتي بليت للتانى سواء كروبيدو جريل او تيكا جريلور او براسو جريل نشوف هناخدهم ازاي طيب اول حاجة في حاجات تو افويد بليدنج نشوف الشادسفاس سكور نحسب له الهاز بلاد سكور ونحسب له الابي سي سكور اللي هو يعني ماشى يعني نحسب الهاز بلاد سكور احسن تمام؟ وذي فوكس اون موديفايبال ريسك فاكترز زي ما قولنا الهيبرتنشن الاكساسف الالكول الحاجات دي تمام؟ طيب وطبعا يفضل نكيب التريبل ثيربي اس شورت اس باس بسبيل تمام؟ وبعد كده نكمل اس ديول ثيربي وهنتكلم نشوفها ازاي طيب وطبعا يفضل نستخدم نواكس انساد فايتامين كي انتاجنس صح؟ طيب فيه ناس بقى بتقول ان احنا يفضل برضو لو هو على فيتامين كي انتاجنس نخلي الان ار في اللاوست تارجترينش يعني يبقى اثنين مسلا هيبقاش اكتر من اثنين ونص عشان نقلل الريسك اوف بليبينج تمام؟ حاجة تانية كلاس تو بي ان احنا نقلل دوز يعني اللاوست دوز بتاعت النواكس يعني مسلا ندي ريبروكسبان خمستاشر ندي الدابيجاتران مية وعشر الابيكسبان خمسة مش فرق يعني خمسة مش هندي اثنين ونص حندي خمسة عادي لكن ريبروكسبان و الدابيجاتران بالزاد دول محطوطين كجديد في الجايدلاينز الجديدة بتاعت الديول انتي كليتو ثيرابي مكتوبين في التريبل ثيرابي ان هما ممكن كلاس تو بي ان هما يتخدوا ياما ريبروكسبان خمستاشر او دبيجاتران مية وعشر وطبعا مع التريبل ثيرابي يعني اسبرين مع نواكس لازم حندي كلوبيدو جريل كونتر ان نحن في التريبل ثيرابي ندي تيكر جريلور او براسو جريل تمام؟ طيب ويفضل طبعا لما استخدام اسبرين يبقى المكسيم دوس بتاعت الاسبرين مية ميلي جرام ديلي وزي ما قلنا عشان الريسك اف جي اي بليدين لازم روتين يوز اف روتين بامب انهيبترس طيب ايه هما البيشينت اللي هما محتاجين ياخدوا تريبل ثيرابي لفترة طويلة اللي عندهم هاي اسكيميك ريسك ايه هما البيشينت اللي عندهم هاي اسكيميك ريسك دول؟ واحد جاله ستنت ثرمبوزيس وكان بياخد ادكوت انتي بليتا ثيرابي صح؟ واحد عمل سنتينج اف the last remaining patent coronary artery يعني عندهم مثلا توتل سيرك وارسي ايه وحط ستنت في الال اي دي وده الارتري الوحيد المفتوح فما ينفعش الريسك ان احنا نوقف له حاجه بدري تمام؟ طيب دياباتيك بيشينت سندو مالتي باسد ديزيز ديفيوز مالتي باسد ديزيز كرونيك كيدني ديزيز تمام؟ اتليست 3 دعمات امبلانتت او اتليست 3 دعمات او اتليست 3 دعمات تريتد البايفوركيشن المثال انتو ستنت طبعا الريسك ترمبوزي باكتر التوتل ستنت لنث اكتر من 60 مل او تريتمينت او سي تي او يعني اي واحد عمل سي تي او يفضل انه هو التريبيل تيربي بتاعته دي هنتكلم عليها تبقى اكتر من شهر او سيكس مالتي ايه هم ايه هم ايه هم الادفانس ايه الامراض بليدنج او همرايجيك الالكول الابيوس الانيميا او كلينيكلي سيجنفكن بليدنج ان ديو الانتي ثرومبوتك ثيربا تمام؟ باستغرد الريسك بخير. ان احنا لازم ندي اسبرين كلوبيدو جريل. لازم نديلو اسبرين كلوبيدو جريل. هنتكلم بقى عشان ما نعطش نعمل 2A1 والحاجات دي. المهم ان احنا قلتلكم اللي هي الريفا روكسابان يبقى 15 و حاطين كمان الدبيجاتران يبقى 110 وطبعا اس بارتوف تريبل ثيرابي ماينفعش نستخدم تيكا جريلور او براسو جريل لازم كلوبيدو جريل خمسة وسبعين تمام دي بقى مهمة جدا نتكلم على الاسكيميك ريسك اللي احنا لسه يلسه يلينه في التبل قبل كده لو مراكبين ثلاث دعمات المالتي فاسل سيتي او لنث اكتر من ستين الحاجات دي ده يفضل نستخدم تريبل ثيرابي افتو سيكس مونث اللي هو ايه اللي هو اسبرين كلوبيدو جريل مع اور الانتيكواجلين سواء كان نواك او فيتام كي انتاجنس هو مش محدد تمام افتو سيكس مونث ممكن بس هو العادي وان مونث تمام طيب بعد السيكس مونث دول بنعمل ايه بنوقف يا اما الاسبرين يا اما كلوبيدو جريل يعني اما ندي كلوبيدو جريل مع اور الانتيكواجلين يا اما اسبرين مع اور الانتيكواجلين وبعد كده بعد 12 شهر يعني اختلفت عليها الاقويل شوية بس كلاس 2 ايه ان احنا نوقف حتى الاسبرين او كلوبيدو جريل ندي اور انتيكواجلين بس منديش حتى اسبرين معي تمام طيب والله يفضل عنده هاي بليدين جريسك يبقى ليمت التريبل ثيرابي وان مونث بالكتير او ما تزودش عن كده تمام وبعد كده ديول ثيرابي افتو 12 مونث بقى في بقى كلاس 2 ايه ان واحنا ممكن ندي ديول ثيرابي من الاول تمام ولكن هنا بيبقى على حساب بقى الاسكيميك ريسك ممكن يجيلو ستانترموز او كده لكن ده بقى طبعا لو واحد عنده بليدينج ريسك عالي قوي والبيدينج ريسك اكتر من الاسكيميك ريسك بكتير يعني مركب دعامة مثلا في او ام كده يعني حتى يعني لو حصل فيها مشكلة بس هتبقى يعني البيدينج ريسك بتاعه اهم من الاسكيميك ريسك تمام طيب اه في البراغننسي بقى في البراغننسي الانتكوائيليشن بندي ازاي عشان تومينيمايز التيراتوجينيك ريسك والانتراكرينيال بليدينج يفضل في الفيرس تريميستر ندي دوز ادجاستد هيبرين او الفيتامين كي انتاجنس الدوز بتاعهم يبقى اقل من خمسة ميلي جرام مايزاتش عن كده الورفرن مايزاتش عن خمسة ميلي جرام تمام طيب بعد كده نكمل على ايه نكمل على وارفرن وارفرن لحد امتى لحد اخر شهر لحد اخر شهر خلص في الحمل نرجع ثاني للدوز ادجاستد هيبر وده كلاس 1 خلص يعني متفق عليه تمام تمام طيب نو اكس طبعا كونترا انديكيته يبقى النو اكس كونترا انديكيته في ايه؟ في البرجنسي او يقبل يقبل قابل يعني حتى يعني بيقولك بلانيج البرجنسي دي قبلية بتلت شهور كمان يعني قبل تلت شهور من بلانيج البرجنسي ده كلاس 3 انحنا نضح ندي نو اكس تمام طيب البيشنس اللي عملوا انتراكاردياك ريبير قبل كده اللي عندهم فنتان اللي عاملين فنتان او سيستاميك رايد فانتر كده وجالهم قبل كده فلاتر او اي اف او ري انترنت تاكيكارديا تبقى ساعتها لازم ندي الاول انتكيجوليشن لو تشاز باسك بتاعهم موردن ايكول واحد وعادة نحبهم موردن ايكول واحد وده كلاس 2 اي طيب البيشنس اللي عندهم هايبرترافك كاردياك دول ما بنحسب لهمش الشاتس فاسك تمام لو جالهم اي اف ما بنحسب لهمش الشاتس فاسك مندي على طول اور انتكويلشن وده كلاس 1 طيب في شوية كده كده معينة بقى احنا قلناه اللي هي الاي سي جي سكرينيج في الهاي رسك بوبيليشن الالبرلي اللي اكتر من 65 قلنا بنعمل سكرينيج بالبالس ولو لقناه الرجلر بنعمل اي سي جي تمام ولازم طبعا ما ينفعش ندي اورانت كويريشن وده دوكمانتو دي اف يعني مش واحد انت شوفت البالس بتاعه كده الرجلر هتدي له اورانت كويريشن لازم يبقى حاجه دوكمانتو سواء باي سي جي او سواء بهولتر او امبلانتو بل دي بايس لقى الاي اتراهاي رايت اتزودز تمام بعد كده يفضل ان احنا تريدوس كل موديفايبال بليدين ريسك فاكتور اللي احنا تكلمنا عليهم الهايبرتانشن النون سترويدلز الانتي بلاتي تيرابي نقلل التايمينج بتاعهم والدوزنج بتاعهم تريتنج الانيميا مانتينيج ستيبل اي اي ار فاليوز فالباتيين سيلا على الفيتام انتاجينيج الايكوال انتكني قليلو ده موديفايبال بليدين جريسك فاكتور تمام اه الاتريال فلاتر بنعملهم زي الاف بالضبط تمام طيب قولنا ان دونت تتفايل انتي بلاتي ترابيي فور سروك فرونشن اي اف يعني مفيش بقى يعني اما ما تديش خالص يا اما تديش قول انت كويريش موضوع بقى الاسبرين بس ده انته خلاص ففضل لنا ده مينلي للدكتوراه لان فيه بقى ترايلز كتير وفيه مين للدكتوراه بقى فيكم طيب طيب هنتكلم بقى على اللف تيتر اللف تيتر ابندلش مش بيبقى نفس الشكل في كل الناس فيه كذا شكل فيه حاجة اسمها فيه الكاكتس زي الصبار تمام فيه الويند سوك تمام وفيه زي البروكلي شكله زي البروكلي كده تمام وطبعا كل ما يزيد الشكل ده كل ما يزيد الريسك ثرومبس فورميشن لانه هيحصل استجنيشن في حتة كتير تمام عشان كده الريسك اس سيكس تايمز في النون شيكين وينج يعني بص الشيكين وينج عامل زي كبير تمام لكن الحاجات اللي فيها تفرعات كتير دي بيبقى الريسك سروك فيها اعلى تمام وطبعا كل ما يزيد الريسك وكل ما يقل بتاع الاستيام كل ما بيبقى اكتر تمام ايه هي الديفايس بقى فيه كذا ديفايس هنتكلم على حاجات معينة اول واحدة اللي هيه البلاتو ديفايس دي دي كانت معمولة عشان تفرعات اول حاجات عملت خالص فيها زي انكورس كده عشان تمسك في الول بتاع الليف تيتر ابندتش وتقفله دي ناحية الليف تيتر ابندتش ودي ناحية الليف تيتريم تمام تمام خالز اقريكم بقى الواتشمن الواتشمن دي اهم واحدة وده اللي هي الاف دي اي ابروفت وتعمل عليها كذا ترايل تمام تمام وتعمل عليها اول ترايل خالص اللي هي بروف اوف كونسبت ان احنا لو افلنا فعلا ده اسمه بروف اوف كونسبت اسمها بروتكت اي اف ترايل تمام اول حاجة الواتشمن دي عبارة عن ايه زي مش كده وفيه انكورس جوه من ناحية الليف تيتر ابندتش عشان يمسك في الول كويس ويشبك في الول مايتحركش تمام وده شكله من الجنب يبقى فيه زي ممبرين كده الممبرين ده طبعا بيتغلب بقى بعد كده بالول بتاع الاتريم وبيقف الخالص تمام طيب وفيه الشيث بتاعه الشيث بتاع الديليفري بتاعه احنا طبعا عشان نخش حواريكو فيديو ازاي بتاعمل لازم طبعا تؤسس بقى تؤسس اول حاجه الشيب بتاع والاستيام والنك النك دي اللي هي فين اللي هي هنا بصوا ده بداية النك وده الحتة اللي بنحط فيها الديفايس عند النك هنا وتبقى طالعا حتة منها في الاستيام تمام وبنحسب في كذا انجل اهمها الايه التسعين والمية خمسة تلاتين تمام دول مهمين جدا عشان يبرونا الشكل كمان اعمل ازاي طيب هنا هو بيحسب هو هنا دي الاستيام اهي هنا وقادي السركونفلكس بيبقى هنا يبقى ده النك بيحسب الصيز بتاع النك عشان بيحسب الايه الديفايس ما اسعد ديه قلنا المكسم ديامنتر بتاع الواتش من الدفايس بيبقى عند النك عشان كده بيحسب الصيز بتاع النك والحاجات الانكورس دي بتمسك بقى في الول طيب في حاجات معينة بقى هنعملها اول حاجة اللي هي البوزيشن نسميها ايه الباس الباس دي تتقسم البوزيشن يعني الديفايس بيبقى ديستل للاستيام مش عند الاستيام بالظبط بيبقى جوه شوية ناحية النك الانكور بنتاكد ان هو ستيبل يعني بعد او نحطه بنعمل حاجة اسمها تاك تاست يعني منزوق ونشد كده نشوفه هيتشد معانا ولا لا تمام لو تشد معانا يبقى الصيز غلط او احنا مش حطينه صح تمام السيز قلنا الديفايس كمبريست 8-20% فلازم نبقى حاسبين النك كويس ونحسب السيز كويس عشان مايطلعش معانا تمام سيل يعني هو كل مقفول تماما ممكن او اتنين مليمتر بس ديفرنس اتنين ملي بس ديفرنس ايه لو عد حتة صغيرة كده منفقية افتو اتنين ملي مش مشكلة لو بيعدي جواها برضو مش مشكلة زي في الاسد الحاجات اللي بيعدي جواها مش مشكلة لان الحتة دي اعتبقى ثرومبوزد اصلا وحتقفل لكن المشكلة لها ان هو يعدي من جناب تمام طيب قلنا دستل ده هنورديكو بقى الفيديو ده بيبقى شكلها وهي محطوطة في الابتايتر باندش تمام وبنحسب وقلنا ان هي بيحصل لها كومبريشن افتو 8-20% فالـ 24% مثلا ممكن يوصل لـ 19% تمام طيب يعني هما بيقولوا هنا الاسدل الريكو الخمسة بس بصراحة في الريل لايف يعني اثنين تمام طيب اه الريكو بقى اه ده هنا يعني بعد ثرتي دايز بدا الشكل بعد فورتي فايف دايز بتبقى كومبليتلي سيلد خالص بالول تمام وده حاجة بتصدفة اوتوبسي واحد دايد 9 months بعد اللفتي في الابندش مش بسبب الدفايس لكن لا اونا هي خلاص باتي اتغلفة تماما اتغرفة 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 تماما وادي ، إذا فقد أسهل القتال من قلوب الأعنقاء في التصوص الداخلية ، تبقى وإستثم إليها قليل بعد قلوب الأقل بعد قلوب الألم وإن ذلك تقلق الصفاشة إلى اللقاء إذا رحلت إلى عملية في نظام النموعة الحلية ، يفرق إلى قلوب الأخصص وإن ذلك يجب أن يتخلق الأعنقاء في التصوص الداخل The device release criteria are confirmed by fluoroscopy and transophageal echocardiography and the device is released. Preclinical studies completed on the Watchman implant indicate that an endothelial layer covers the device in about 45 days. As we said, after 45 days, it is sealed. This is the video, which is in the Upper Palm Reveen. After entering the delivery system. The patient is a record pacemaker and the valve valve. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look at my eyes, underneath my skin there it is. And then it will be released. And then it will be released. It will be released as we saw it. And here it is not good. It's supposed to be in the neck. And here it comes from the Austrian. It is oversize the device. Okay? Let's move on to protect PF. Proof of Concept. Non-Inferiority trial. Not inferiority trial. Not inferiority trial. Not inferiority trial. Not inferiority trial. But only if we didn't have a warrant. We can't avoid stroke. We can avoid stroke. It is a problem. It is a problem. It is a problem. It is a problem. Not inferiority trial. Okay? The major inclusion criteria in patient ما كانش عندهم contraindication للكومادين. ما فيش comorbidities mandating chronic use other than AF. يعني مش مسلا ملكم mechanical valve أو حاجة. يعني هو عنده AF بس. مش حاجة تانية. تمام. وطبعا. Non-Valvular AF. With shuds. اكتر من واحد. تمام. لقوا ان هي not inferior. للanti-coagulation. تمام. في stroke. والdeath. والsystemic embolization. تمام. في الاول stroke. قلد. 28%. الموراشك stroke. طبعا. عشان ما بياخدش. anti-coagulation. قلد. by about 94% compared to warframe. المورتاليتي. من. عشان مين لي المورتاليتي. كانت من الwarframe. من الhemorrhage. فطبعا. هنا المورتالي اقل. 38%. الحاجات السافتي بتاعتها. ان ممكن يحصل. بريكارد الإفيوشن. بسبب. الترانسيرتن. تمام. لكن مش. مش. فايتل. تمام. طيب. جم بعد كده. عملوا بقى. حاجة سمعة. continued access protocol. يعني. بقى. تابعوا بقى. بقى. و. جابوا بقى. عملوا. 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 اثنين. ترايل. 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 دول. ترايل. تمام. وطبعا. لما بيزيد. الترايل. بتقل. اللي كان بيحصل. والبرى. وا. وكان. في. فى البريفيل ترايل دى مفيش death scan 0% حاجة تانية فى البريفيل بقى ان هي جابت experience operators و non experience operators ولقت الفرق فى success قليل قوي 96% مع experience operator و مع new operator 93 ودى يبقى لنا ان هي مش محتاجة skill قوي على قد محتاجة ان واحد بس بيعرف يعمل transeptal puncture وفاهم بيعمل ايه بس ضبط ازاي يحط الدفايس وش لازم يبقى experience operator فى الدفايس نفسها والسكساس فى الـ prevail trial دى كان 95% of cases ايه هي complications that are watching قلنا effusion ودى اكتر حاجة بسبب transeptal air embolism ممكن طبعا perforation ودفايس امبوليزيشن دى قليل قوي بصراحة لو مركب بقى size قليل قوي بقى تطلع يعني وهى FDA approved في بقى الامبلاتزر ممكن كمان نركب امبلاتزر فى left iter appendage بيبقى buy lobed كده والحتة اللى بره هي اللى بتبقى عند الاستيام دى بقى عكس الـ watchman ان هي طالع عند الاستيام مغطية الاستيام كله وعمل عليها برضه كذا trial بس مشكلاتها ان هي بتحتاج يعني كل size بيحتاج شيث اكبر وحاجات كده لكن watchman هو نفس size بتاع الشيث والامبلنتيشن بتاعها بيبقى اصعب شوية عشان على حسب شكل الـ appendage بيختلف تمام برضه بنعمل لها الطاق تاست دى اللى هو نزوق ونشد نفس الفكرة في الـ asd closure يعني نفس فكرة الـ asd closure تمام وده شكلها في التى احنا هنا بصين من من الـ left iterative عليها نلعين الـ left iter appendage closed تمام وبعد كده بنحقن سافغة نتاكد ان فيش اي حاجة من حواليها جواها مش مشكلة لكن حواليها هي المشكلة وده ازاي بنركبها نفس الكلام برضه بنحقن وبعد كده بنقوم مدخلين بقى الـ device اول loop وبعدين تاني loop برضه بنعمل الـ tag test دى وبعد كده نعمل release ونحن نتاكد ان فيش حاجة حواليه تمام طيب في بقى كزا حاجة اسمها coherix في بقى الحاجة الاخرانية اللي هي اسمها الـ lariat device الـ lariat device دى يعني حاكتين بنخش من الـ sub the void كده زي ما نكون بنعمل الـ pericardiosynthesis والنحية التانية بنخش surgical ممكن نخش surgical برضه sub the void يعني sub the void و transseptal اللي اثنين يعني كأننا بنعمل pericardiosynthesis نخش من تحت والنحية التانية نخش من فوق من transseptal تمام؟ وحواريكو فيديو لها ازاي بتشتغل حواريكو فيديو اهو من هنا بنخش transseptal ونخش من الناحية التانية sub the void يعني pericardial كده وبعدين ندخل زي ماجنت كده في left-a-ter appendage وبعدين بنحن بلونة قصلي بنحن بلونة عشان ننفخها يعني وناخد size بتاع الـ appendage وبعد كده بنقوم مدخلين ماجنت تانية من هنا بيمسكوا في بعض بعدين نقوم مدخلين زي حبل كده زي كاو بويز اللي بيمسكوا الحصان كده او زي سنير كاننا محوطين left-a-ter appendage وبعدين احنا بنبقى حطين البلونة عند الناكب الزبط وننفخها بحيث ان احنا هنقفل عليها بالسنير ده نقفل عليها خالص وبعد كانوا معاملين deflation للبلونة وفكين الاتنين دول من بعض الماجنتس من بعض وسحبين اللي في الترانسيبت الخالص بره وبعد كانوا مقفلين بقى عاقدين السنير دي او الحبل ده حيث نقفلها خالص تمام؟ بدل ما يفتح السدر ويقفلها احنا بنقفلها بالطريقة دي بس طبعا بس طبعا وما تنفعش مع الاشكال المختلفة من appendage محتاجه شكل معين محتاجه محتاجه معين ولسه مش FD approved والريسك الحادي جدا وفيها طبعا عادي جدا حاجات بقى تانية يعني حاجات بقى أسامي تانية للأوكلودرز تمام ففي الاخر ان الديفايس اوكلوجين has impressive results for left-hater appendage closure with further improvement expected with operator experience and newer generation وبعد كده حنبتدي بقى لو هي فعلا اثبتت ان هي تنفع من كالما ناخد وارفرين يبقى كل الناس بقى يركب ونفتتها وما ياخد وارفرين ولا ياخد وارفرين خالص وده ما اظنش ان هو يحصل في اي اسئلة موسيقى